مساري دايماً بيحب التجديد في كل حاجة وبيعتبر إن ده مش ممكن يحصل إلا من خلال تفعاله مع الشباب اللي لسه في الجامعة أو حتى المدرسة عشان كده كان مبسوط جداً بالدعوة اللي توجهت له من جامعة L.A.U. في بيروت أدى مغاني الباب العالمي مساري أوقات مميزة مع العاملين بالمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية وكانت زيارة إيجابية ونشر الفرح بالمكان وقدم رسل الدعوة لكل العاملين أنا بالنسبة لإلي كتير مبساطة إنه سأحل الفرصة إيجا لهون لهم لحتى تشجع الجيل اللي عم بيشتغل عم بيضحي واللي عم بيضحي واللي عم بيضحي حياتهم لإستخدامنا لإستخدامنا لأني هذا هو المميزة المميزة لإستخدامنا 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 وأما ثاري بجولة بالمستشفى وقدمت له الجامعة درعة كريمي على أعماله المميزة اللي وصلت الشرق بالغرب قدم من الأيام بحفل مسلبانون 2018 أغنية ينور العين برفقة مايا دياب وفرنش مونتانا يلي حققت ردود فعل إيجابية بس كم في سؤال لينور العين نحن حبينا نعمل شيء حتى نقدم لهذه المنطقة والشرق الأوسط ونفس الوقت نخلي نذكر الغرب أنه في عنا أغاني نحن نضار بإنترناشنل مع أنه كان نبس باللغة العربية نحنا بنفتغر كتير بالفنان الكبير عمر دياب وحبينا ناخد من هذا المقطع من هالغنية حتى نذكر كمان الجيل الجديد يلي يمكن هالأغاني الأديمي عم بينساها لنذكره ونحن الماضي طبعا لأنه لنعرف أين تريد أن تريد من أين تأتي ونحن نحن 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 نقدمه امتبعينه على السوشيل ميديا رح يلقون شهر أكثر من صورة مع سيبرستار راغب عليمي فهل خطوة القادمة رح تكون معه؟ أكيد حيكون فيه كتير شغل بينه وبين ابن العام راغب عليمي فيه مشاريع كتير كبيرة من ضمن الموسيقى وإشياء برات الموسيقى حتى يعني بيعتبره أنا خيل كبير وحبين كمان يكون معنا بهذا البروجيك للإكسبانشن يلي عم نعمله من ضمن النغامي ومنعمله مع الشركات يلي نشتغل نحن معها بأميركا رغم النجاحات الكبيرة يلي حققها بكل دول العالم إلى أنه مساري بعده متمسك ببلده لبنان حبنا لبنان شي خلقان بقلبنا الحمد لله يعني هي نعمة من الله وكمان نفس الوقت الظروف يلي مرقنا فيها لما كنا عايشينين هون كان كتير صعبة يعني كمان بنفس الوقت حبين نحن بالنجاح لأسسناه برا نقدر نجي نفيد بقى ونرجع نفيد وطننا بشي شو ما كان يكون شو اللي ممكن طالع بالإيدنا عايب الواحد يهاجر ويلاقي نجاح وما يرجع يجي يفيد بلده ووجه رسالة لكل الشباب اللبناني أنا بنصح كل الشباب والصبايا وكل الجيل الأديم الجديد يلي عم بيطلعوا بيلاقي نجاح برا ما ينسى بلده لأنه نحنا ما قلنا غير بعض وما حدا عم بيهتم فينا فنحنا لازم ندير بلنا عبابنا